بحضور مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن أحمد علي الداودي ومدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة ماجد أحمد الشاجري جرى في مبنى ديوان عام المديرية إجراء عملية الاستلام والتسليم بين مدير الخلف والسلف لفرع صندوق الرعاية الاجتماعية بمديرية المنصورة وخلال عملية الاستلام والتسليم أعرب مدير عام المنصورة أحمد الداودي عن شكره الجزيل وتقديره العالي للمدير السابق لفرع صندوق الرعاة الاجتماعية بالمدرية غادا محمود على ما بذلته خلال فترة توليها إدارة الفرع في المدرية متمني للمدير الجديد هشام علي سالم التوفيق والنجاح في أداء إمامه الموكلة إليه بدوره أكد مدير عام صندوق الرعاة الاجتماعية بعدن ماجد الشاجري بأن إجراء تغيرات لمدراء مراكز في عدد من فروع صندوق الرعاة الاجتماعية بالمحافظة يأتي ترجمة لتوجيهات وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس حرصا منه لإعطاء الفرص للكفاءات الشابة وكذا إبراز دور فروع الصندوق في مدريات عدن